نصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية بداية نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي اختتم تدريباته الجماعية امبارح ضمن التحضير للمباراة اللي هيلعبها ضد بيرميدز النهاردة في الدور الربع النهائي لبطولة كاس مصر النسخة الأديمة الجهاز الفني بقيادة سامي أمصان القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة وآخر الاستعدادات الفنية والخططية لللاعبين المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على بقاء سامي أمصان المدرب العام للفريق في منصبه بالجهاز الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام اللي جاية مسؤولي النادي الأهلي أكدوا أن أمصان بينتظر مستقبل واعد في عالم التدريب ويقدر يشكل إضافة قوية للجهاز الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه الأيام اللي جاية قرعة دور الستاشر لبطولة كاس مصر الأجرية امبارح في مقر اتحاد الكورة أصفرت عن مواجهة الأهلي ومصر المقصة النادي الأهلي اتأهل لدور الستاشر بعد ما فاز على فريق المصري بالسلوم أما فريق مصر المقصة اتأهل لنفس الدور بعد ما فاز على بني عبيت بنتيجة اثنين صفر في دور الاثنين وثلاثين كمان أصفرت القرعة عن مواجهة فريق نادي الزمالك مع فريق النادي الاسماعيلي في دور الستاشر من كاس مصر في الوقت نفسه النادي الاسماعيلي أعلن في بيان رسمي انسحابه من بطولة كاس مصر عشرين اتنين وعشرين وقال الاسماعيلي ان مجلس الادارة بيرفض اللي خصل في قرعة دور الستاشر وقال انها مواجهة لصالح اندية معينة وفقا للبيان كشفت بعض التقارير عن اقتراب الياباني من عمينو لعب فريق ليفر بول الانجليزي من الانضمام لصفوف فريق موناكو الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد ما توصل الطرفين لاتفاق نهائي حول اتمام الصفقة واللي هتوصل ل 15 مليون يورو بالاضافة ل 3 مليون يورو مكافئات النجم الويلزي جارث بيل اختار انه يلعب في الدوري الامريكي بداية من الموسم الجاي عن طريق بوابة نادي لاس انجلس خصوصا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الاسباني عقد بيل مع الفريق الامريكي هيكون لمدة سنة واحدة بس ممكن يتجدد مرة تانية لمدة سنة ونص نادي بارن ميونخ الالماني رفض العرض التاني اللي تقدم بيه بارشلونة الاسباني لضم البولندي روبرت ليفندوفسكي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية واكدت بعض التقارير الاسبانية ان بارن ميونخ رفض العرض اللي وصل ل 35 مليون يورو بالاضافة لمتغيرات بقيمة 5 مليون يورو وده لان البارن عاوز في الصفقة 50 مليون يورو عشان يتنازل عن اللعب لصالح بارشلونة الامريكي تود بولي مالك تشيلسي الانجليزي رصد ميزانية ضخمة لدعم صفوف الفريق للمنفسة على كل الألقاب الموسم اللي جاي مالك تشيلسي جديد بيستعد لدعم الألماني تومس توخل مدرب البلوز بـ 200 مليون يورو للمنفسة على كل المسابقات المحلية والأوروبية وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا رياضية دلوقتي هنرجع لشازلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات الصباح الخير يا مص إليك شكرا لك بنشكرك لانت